اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وفاة جعفر ولي باشا الرئيس الرابع للنادي الاهلي يوم 28 ديسمبر 1943 والقيمة جعفر ولي باشا الكبيرة نظمت له الدولة جنازة رسمية عند بيته في المطرية الله يرحمه وتكلمنا عن اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي يوم الحد 2 يناير 1944 لانتخاب رئيس جديد للنادي وتم انتخاب احمد حسنين باشا عشان يكون الرئيس الخامس للنادي الاهلي وتكلمنا عن السيرة الذاتية لأحمد حسنين باشا وتاريخه الرياضي وتكلمنا عن الحفل اللي اقامه الاهلي لتكريم عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤون الاجتماعية واحمد عبود باشا علشان المساهمة الكبيرة ليهم في انشاء حمام السباحة وتكلمنا عن زيادة عدد الالعاب والمسابقات في النادي لحد ما بقى عدد اللعبات اللي بيمارسها الاعضاء وبتشارك في المسابقات 14 لعبة وزادت المسابقات اللي بتشارك فيها المرأة وكمان استمرت المسابقات اللي بينظمها النادي للطلبة في استمرار لدور النادي التاريخي وتكلمنا عن ريادة الاهلي للبرامج الرياضية في الازع المصرية لما تم اختيار اثنين مدربي من الاهلي لتقديم برامج تمارين الصباح زي الاستاذ محمد شكري ومعاه الاستاذ بليغ صفوط واخيرا اتكلمنا عن الحصار الاعلامي اللي عملوا الانجليز على الملك فاروق عام 1944 ومنع اذاعة اسمه في الراديو او ذكره في الصحف وازاي اعضاء الاهلي فكري ابازة ومصطفى امين استغلوا الحفل اللي الاهلي بينظمه سنويا في ليلة العيد وبتحيي كوكب الشرق ام كلسوم وبيتزعف الازع المصرية عشان يتم كسر الحصار بعد دخول الملك فاروق قاعد الحفل بالاهلي واضطر موزيع الراديو يعلن عن دخول الملك فاروق ويتم منح ام كلسوم وسام الكمال وده كان يوم 17 سبتمبر 1944 واحتفالا من الاهلي باليوم الجميل ده وفي جلسة 26 سبتمبر 1944 بدأ محضر الجلسة بما يلي يسجل مجلس ادارة النادي عظيم سرور النادي بتشريف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لحفلة الاذاعة اللاسلكية ليلة العيد ووافق المجلس على اقتراح حضرة الاستاذ عبد الوهاب الشريعي بصرف مبلغ 15 جنيه عدية للفقراء بهذه المناسبة طبعا ما تستقلوش بال15 جنيه دول دول كانوا مبلغ كبير اوي ايام وفي نفس الجلسة اقترح حضرة المحترم الاستاذ يوسف الشريعي على المجلس انه نظرا للخدمات الجليلة التي ابداها كل من الاستاذين حسين حجازي ومحمود مختار للرياضة عامة وللعبة كرة القدم خاصة ان يمنح عضوية الشرف بالنادي فوافق المجلس بالاجماع على ذلك حسين حجازي ابو الكرة المصرية وضمن اول فريق لكرة القدم في النادي الاهلي عام 1911 وسنة 1913 سافر يدرس في انجلترا ولعب لفريق الجامعة وبعد الاندية وبعدها رجع الاهلي واتنقل بين الاهلي والسكة الحديد والقاهرة والمختلط لكن عام 1932 رجع للاهلي ولعب عدد من المباريات قليلة واعتزل كرة القدم وهو بين جدران النادي الاهلي ومحمود مختار التيتش بدأ تاريخه في الاهلي عام 1922 وزي ما بيقولوا كده اتولد نجم كان لعيد كبير قوي وكابتن الاهلي ومنتخب مصر في نهائيات كاس العالم والدوراته الأولمبية وكان ضمن منتخب العالم اللي تم اختياره بعد نهائيات كاس العالم عام 1934 وبعد الدورة الأولمبية بأمستردام عام 1928 وبعد برلين عام 1936 واعتزل لعب كرة القدم عام 1940 وكان من مؤسسي اتحاد البلياردو ومن أبرز ممارس اللعبة وكمان كان من مؤسسي لعبة الهوكي واستمر يلعبها بعد اعتزال كرة القدم في الوقت ده كان تطوير النادي مستمر زيادة مساحة الأرض وانشاء ملعب جديدة وحمام السباحة اقترب معادل انتهاء من انشاءه وغيرها 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 من أعمال التطوير في النادي وجات فرص بعض عضاء النادي فكرة رص في شوارع النادي وعرضوها على كابتن النادي محمود مختار التيتش اللي اتحمس لها وعرضها على مجلس الإدارة وكمان ساعد باتصالاته على سرعة إنجازها وزي ما جيه في محضر جلسة مجلس الإدارة تولي الخطاب المرسل لمصلحة التنظيم الخاص برص في شوارع النادي الداخلية والموقع عليه من حضرة صاحب المقام الرفيع أحمد محمد حسنين باشا رئيس النادي وقد قرر المجلس شكر الأستاذ محمود مختار عضو النادي لمساهمته في السعي لإتمام هذا المشروع وكم مشروع حضاري زاد من جمال ورقي ورونقت ونظافة النادي ويوم 26 أكتوبر سنة 1944 اجتمعت الجماعية العمومية للنادي واخترت مجلس إدارة جديد ضم أحمد عبود باشا وأحمد عبود باشا كان انضموا لعضوية مجلس الإدارة بالاختيار في المكان اللي خلي بوفاة جعفر ولي باشا رئيس النادي الليحة في الوقت ده كانت بتنص على وجود اتنين من المساهمين في مجلس الإدارة وكان أحمد عبود باشا واحد من المساهمين فتم تزكيته ودخل المجلس عضو عن المساهمين واجتمع مجلس الإدارة يوم 8 نوفمبر 1944 واختار طبقا لقانون النادي الرئيس والوكيلين وأمين السندوق وسكرتير النادي واستمر أحمد حسنين باشا رئيس للنادي وانتخب أحمد عبود باشا وكيل أول للنادي بدل من فؤاد أبازة باشا اللي اعتذر عن عدم إعادة ترشحه للوكالة واستمر أحمد فؤاد أنور بيك وكيل تاني للمجلس وانتخب الدكتور عبد السلام الحمامسي سكرتير عام للنادي والبكباشي عباس حلمي الغمراوي أمين للسندوق ننتخل بقى العام 1945 انتهى بناء حمام السباحة واقترب موعد افتتاحه وتقرر انه يكون يوم لافتتاح 15 مايو سنة 1945 وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان أحمد عبود باشا اتبرع بربع تلاف جنيه عشان يتم تطوير حمام السباحة قبل افتتاحه وعمل مختص للعبة الخطس عشان يوصل تبرعه لانشاء حمام السباحة لسبع تلاف جنيه غير التلات تلاف جنيه اللي وزارة الشؤون الاجتماعية سامت بيها يعني اجمالي المبلغ كله عشر تلاف جنيه لكن وصلت تكلفة الحمام قبل الافتتاح الى 13 ألف جنيه وكان ايه السبب؟ وكان السبب غلاء مواد البناء والحديد بصورة كبيرة ليه؟ بسبب الحرب العالمية التانية اللي بدأت قبل ست سنين فالف تسعمية تسعة وتلاتين وانتهت في سبتمبر عام الف تسعمية خمسة واربعين والفرق في الأسعار ده ساهم به بعض أعضاء النادي الأهلي وبدأ النادي الأهلي في قبول طلبات الاشتراك في حمام السباحة وكان الإقبال هايل من طلبة الجامعة والهيئات المختلفة وكان فيه اتفاق بينص على ان وزارة الشؤون الاجتماعية بتساهم في بناء حمام السباحة بشرط تخصيص بعض الأيام علشان الطلبة يمرسوا فيها السباحة طب ما هو النادي أساسا طبقا لقانونه بيقبل عضوية طلبة الجامعة باشتراكات مخفضة ده غير ان الهيئات لها اشتراك مخفض يعني الطلبة والموظفين والطبقات الشعبية بتدخل النادي اذا هدف وزارة الشؤون الاجتماعية متحقق بالفعل في النادي الأهلي يبقى ايه لازم التخصيص بعض الأيام للتحقيق هدف متحقق فعلا في كل الأيام فكان قرار مجلس إدارة الأهلي بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية قرر مجلس الإدارة في جلسة 11 مايو 1945 عرض الأمر كله على وزير الشؤون الاجتماعية وتكليف أحمد عبود باشا وأحمد فؤاد أنور باشا وكلي النادي بمقابلة وزير الشؤون الاجتماعية عبد المجيد علي بدر بيك وفي اليوم التالي 12 مايو 1945 راح أحمد عبود باشا وأحمد فؤاد أنور وكلاء النادي لمقابلة وزير الشؤون الاجتماعية عبد المجيد علي بدر بيك وتم عرض الأمر عليه وجه في محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد يوم 13 مايو 1945 ما يلي فإذا ذلك أبدى وزير الشؤون رغبته أن تقدم له مذكرة من صورتين من قانون النادي واشتراك مختلف الهيئات وقيمة ما يتقضاه من طلبة الجامعة ووعد بأنه بعد اطلاعه على هذه المذكرة سيعفي النادي من شرط تقصيص أيام لطلبة المدارس والهيئات وتقرر تقديم المذكرة ومرفق بيها صورتين من قانون النادي صباح اليوم التالي اللي هو 14 مايو 1945 وجه فيها بالضبط زي اللي جه في محضر الجلسة اللي انعقدت في نفس اليوم إن قانون النادي ينص على قبول طلبة وطلبات المدارس العليا المصرية والأجنبية كأعضاء منتسبين بغير تحديد عددهم وينص كذلك على أن يكون رسم دخولهم بالنادي جنيه واحد واشتراكهم جنيها ونصف فإذا أرادوا الاشتراك في الحمام فيكون اشتراك الطالب جنيهان والطالبة جنيها واحدا أما الأعضاء العاملين فرسموا دخولهم خمسة جنيهات واشتراكوهم ثلاثة جنيهات واشتراكوهم في الحمام جنيهين والأعضاء الأعيان رسم دخولهم عشرة جنيهات واشتراكوهم عشرة جنيهات واشتراكوهم في الحمام جنيهين أما الأشخاص الذين ليسوا أعضاء بالنادي ويرغبون الاشتراك بالحمام فقط فيدفعون سبعة جنيهات مصرية ومن هذا ترون مع عليكم أن النادي يقبل طلبة الجامعة وطالباتها بدون قيود وباشتراكات مخفضة ولهذا نطلب اعتبار المبلغ الذي دفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للنادي الآلي مساعدة له على إنشاء حمام السباحة تبرعا منها غير مقيد منها بأي شرط حتى يستطيع النادي القيام بوجبه الرياضي على الوجه الأكمل وفعلا وافق وزير الشؤون الاجتماعية وأشر على مذكرة النادي الأهلي وقال وافق على هذا الطلب بعد التأكد من أن طلبة وطالبات الجامعة وهم من أرقى طبقات الشعب سيكون لهم حق استعمال الحمام باشتراكات مخفضة وهكذا أصبح حمام السباحة ملكا خالصا للأهلي وأعضاءه واستعد النادي اللي افتتاحه في اليوم التالي 15 مايو 1945 في حضور الملك فاروق وأرى سعادة فؤاد أنور باشا على المجلس الخطاب اللي حيلقيه في حفلة افتتاح الحمام ووافق المجلس على البرنامج النهائي للحفل وأصدر القصر الملكي بيان نشرته الصحف بمناسبة زيارة الملك فاروق للنادي الأهلي جيت فيه تحت عنوان ديوان كبير الأمناء يوم الثلاثاء 15 مايو في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية عشر بعد الظهر استقل حضرة صاحب الجلالة الملك السيارة الملكية من قصر عبدين العامر وفي المعية الثانية صاحب العزة القائب مقام محمد توفيق زاهر بك الياور قاصدا في رعاية الله إلى النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة للتفضل بافتتاح حمام السباحة الذي أنشأه النادي وكان في استقبال الملك فاروق الأمراء والنبلاء من أعضاء الأسرة الملكة وحضرة صاحب الدولة محمود فهم النقراشي باشر رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وبهية دين بركات باشر رئيس دوان المحاسبة اللي هو دلوقتي يعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات ومعهم كبير الأمناء وأعضاء اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ورؤساء الاتحادات الرياضية وحضرة صاحب السعادة محافظ القاهرة وحضرات كبار رجال الأسر الملكي شوفوا أهمية الحدث ده جاب مين يحضرون وزي ما ذكرت صحيفة المؤطم وعند وصوله صافح جلالة الملك المدعوين ثم تفضل جلالته فأزاح بيده الكريمة السطار عن اللوح التذكري لإنشاء حمام السباحة ثم تبوأ مكانه السامي وهنا اتقدم أحمد فؤاد أنور باشا وكيل النادي الأهلي فألقى كلمة النادي اللي تكلم فيها عن أسباب بناء الحمام وإزاي تم تمويله وشكر تبرع أحمد عبود باشا بالمساهمة الأكبر في بناء الحمام وختم كلمته متحدثاً عما قدمه سعادة عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤون الاجتماعية السابق ومعالي عبد المجيد عمر بيك وزير الشؤون الاجتماعية الحالي من معونة لهذا المشروع الرياضي العظيم وبعد كلمة النادي الأهلي بدأت المسابقات في السباحة والألعاب المائية بين سباحي وسبحات النادي وسباحي وسبحات المدارس المختلفة وبعد المسابقات تم تنظيم حفل شاي وصير كده كاستراحة وبعد الاستراحة أعلن وكيل النادي الأهلي أحمد فقد أنور باشا إن أحمد عبود باشا تبرع بثلاثة آلاف جنيه بخلاف تبرعاته السابقة بمناسبة إيه تشريف جلالة الملك للحفل وإن حضرة محمد حسن العبد بيك اتبرع بألف جنيه لنفس المناسبة وبعدين تفضل صاحب الجلالة الملك وسلم الكؤوس للفائزين في المسابقات وتم تقديم عدة كؤوس للمسابقات منها كاس الملك فؤاد الأول وكاس عبود باشا وكاس جريدة أخبار اليوم ثم كاس الجورنال دي ايجيت وبعدين انتهى الحفلة بمغادرة الملك فاروق للنادي الأهلي وهو بيوضع الحاضرين وراجع إلى بقره بأصر عبدين وهكذا بدأ حمام السباحة بالنادي الأهلي عمله يوم 15 مايو 1945 تاريخ طويل أوشي من 1945 لغاية النهاردة خرج من حمام السباحة ده الكثير والكثير من الأبطال رجال وسيدات مثلوا الأهلي ومثلوا مصر في كافة المحافل الدولية واذكر التاريخ ان اول مدير لحمام السباحة كان الاستاذ يوسف عز الدين أفندي وفي نفس السنة سنة 1945 وبجلسة 18 سبتمبر 1945 أثيرت مسألة مشاركة بعض الأجانب بفرق كرة السلة وبعد فرق النادي وشاركوا في بعض المسابقات الأمر ده أثار انزعاج أعضاء مجلس الإدارة النادي له قرارات سابقة بترفض أن يمثل فريق النادي في المسابقات أي أجنبي صحيح فيه أعضاء أجانب بيمارسوا الرياضة بصفة منتسبة لكن الاشتراك ضمن فرق النادي في المسابقات أمر يعتبر خط أحمر عشان كده صدر قرار قوي كان نصه إيه؟ قرر المجلس أن تكون المصرية هي الطابع الذي يسود النادي وعلى لعبيه في المباريات قال ليق بقرامة النادي أن يستعين بأشخاص لا تربطهم بالقومية المصرية أن يتصل وقد تقرر تبليغ هذا القرار لجميع سكرتاري الألعاب القرار بسياخته دي بيعيد الأمور لنصابها عند بعض سكرتيري الألعاب لأن بعضهم حاب ينجح في لعبته بأي شكل دون النظر إلى هوية النادي وطابعه المتمثل في أنه نادي مصري للمصريين فضم بعض الأجانب لفرق النادي في المسابقات صحيح النادي حيكسب المسابقات لتفوق الأجانب لكنه حيفقد هويته كنادي مصري تأسس من أجل المصريين عشان كده كانت قوة القرار في نفس جلسة مجلس الإدارة يوم 18 سبتمبر 1945 قرر مجلس الإدارة إدخال لعبة جديدة للنادي وهي لعبة هوكي الانزلاق وإنشاء ملعب ليها وجف محضر الجلسة وفق مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع إنشاء ملعب هوكي الانزلاق وشراء البلاط اللازم وتقديم المؤيسة في الجلسة القادمة وفي جلسة 3 أكتوبر 1945 جي في البند العاشر قرر المجلس فتح اعتماد بمبلغ 500 جنيه للبدء في ملعب هوكي الانزلاق وده النادي الأهلي ومن يوم افتتاحه عام 1909 والتطوير والإنشاءات لا تتوقف أبدا استمرت أنشطة النادي وتوسعاته في الإنشاءات والألعاب تتضاعف لغاية ما جي يوم 19 فبراير 1946 في اليوم ده كان أحمد محمد حسن مباشا رئيس الدوان الملكي ورئيس النادي الأهلي كان مدعو على الغداء عند صديقه الظاهر حسن المحامل كان مفروض إنه يروح له في حي المطرية لكن ظروف العمل أخرته ففضل في مكتبه بأسر عبدين لحد الساعة 3 بعد الظهر وقرر إنه ميروحش معاد الغداء ويروح بيته في الدق وفعلا أحمد حسن مباشا ركب عربيته واتجه لبيته في الدق الجو كان مطرة في اليوم ده وفي الوقت اللي سيارة أحمد حسن مباشا بتعدي كبري أسر النيل كان فيه سيارة لوري تابعة للجيش البريطاني جاية من الناحية اللي قدامه يعني بتعدي الكبري في اتجاه معاكس كأنها راحة لمدان التحرير سيارة الجيش البريطاني كانت ماشية بسرعة وبفعل البطر طبعا والأرض المزحلقة السيارة اللوري لفت حوالي النفسها فوق الكبري وصدمت سيارة أحمد حسن مباشا وكان أحمد حسن مباشا بيقول يا ساتر يا رب سواء عربيت أحمد حسن مباشا بص وراه على أحمد باشا فشاف الدم بينزل من بقه نزل من العربية فورا وصرخ يطلب مساعدة من العربيات اللي على الكبري وكانت بتمر بالصدفة عربيت وزير الزراعة أحمد عبدالغفار باشا اللي خد أحمد حسن مباشا في عربيته وجري بسرعة على مستشفى أنجلو أمريكان القريبة من الكبري لكن توفي أحمد حسن مباشا وتم نقله لبيته انتهت رواية صحيفة المقطم عن وفاة أحمد حسن مباشا ولم تثبت في التحقيقات هل كانت الوفاة صدفة أم مدبرة لتظل وفاة أحمد محمد حسن مباشا سر كبير لم يتم الكشف عنه حتى اليوم توفي الرئيس الخامس للنادي الأهلي يعني خلال سنتين وشهرين فقد النادي الأهلي رئيسين في 28 ديسمبر 1943 توفي جعفر ولي باشا وفي 19 فبراير 1946 توفي أحمد محمد حسن مباشا ومساء نفس اليوم 19 فبراير 1946 اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع عاجل بسبب وفاة رئيسه المغفر له أحمد حسن مباشا وقرر ما يلشي أولا إعلان الحداد ونعي رئيسي المغفر له أحمد حسن مباشا بالجرائد وإيقاف مزولة الألعاب ثلاثة أيام والمباريات الرسمية والحبية أسبوعا واشتراك مجلس الإدارة والأعضاء في تشييع الجنازة ثانيا عمل كورونا عظيمة باسم النادي الأهلي طليق بمقام الفقيد ونظمت الدولة جنازة رسمية لتشيع الراحل لمسواه الأخير حضرها رجال الأصر والحكومة وشيخ الأزهر ومفت الديار المصرية ومجلس النواب والخضاء ورجال الفكر والأدب ومجلس إدارة الأهلي ومشيت الجنازة لغاية جامع الكخية عشان يصلي المشيعين صلاة الجنازة على روح الفقيد قبل ما يتم دفنه بمقابر أسرته بمنطقة المجوريين وفي جلسة 27 فبراير 1946 قرر مجلس الإدارة تأجيل حفلة الأوبرا السنوية وتم إيقاف الجلسة عشر دقايق حدادا على روح الفقيد وإقامة حفلة تقبيل للمرحوم المغفر الله يرحمه واستمرت الحياة في النادي واستمر مجلس إدارة الأهلي يدير النادي بدون رئيس لحين انتخاب رئيس جديد في أول جمعية عمومية وكان بيرقص الجلسات وكلاء النادي أحمد عبود باشا أو أحمد فهد أنور باشا في الوقت ده تم انتخاب أحمد عبود باشا وكيل النادي رئيس للتحدي السباح وهنا مجلس إدارة النادي في جلسة 2 سبتمبر 1946 1946 وفي جلسة 19 سبتمبر 1946 عرض سكرتير عام النادي الطلب المقدم من فريق من حضرات أعضاء النادي الخاص بطلب تشكيل لجنة لتعديل قانون النادي وعرض القانون المعدل على الجمعية العمومية الغير عادية لإقراره ووافق مجلس الإدارة على الطلب وتم تشكيل لجنة لتعديل قانون النادي وفي جلسة 10 ديسمبر 1946 ناقش مجلس الإدارة اقتراحات تعديل القانون وبعد المناقشة وافق المجلس على بعض الاقتراحات ورفضت بعضها وقرر عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية تنعقد في الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 1946 فإذا لم يتكامل العدد القانوني أيضا في هذه الجلسة فتبقى لقانون النادي ينعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الخامسة مساء بعد ظهر يوم الجمعة 10 يناير 1946 حيث يصح الاجتماع بحضور أي عدد من الأعضاء ما اكتملش النصاب القانوني لانعقاد الجامعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 27 ديسمبر 1946 وتقرر تأجيلها عشان تنعقد يوم الجمعة 3 يناير 1947 وكان من أهم تعديلات قانون النادي الجديد 3 تعديلات الأول انتخاب رئيس مجلس الإدارة وزي ما احنا عارفين من أول تأسيس النادي وقانونه بينص على أن الجمعية بتنتخب مجلس إدارة ومجلس الإدارة هو اللي بيختار رئيس مجلسه وكمان مجلس الإدارة هو اللي بيختار وكيل النادي وسكرتور لكن التعديل الجديد لقانون النادي واللي تم إقراره في الجمعية العمومية المنعقدة 3 يناير 1947 قررت أن يكون اختيار رئيس مجلس الإدارة حق أصيل للجمعية العمومية وفضل اختيار وكيل النادي وسكرتور وأمين السندوق من اختيار أعضاء مجلس الإدارة التعديل الثاني نص على إيه لا يصح أنعقاد مجلس الإدارة إلا إذا حضر اجتماعه ثمانية أعضاء على الأقل وكان نص المادة قبل كده حضور خمس أعضاء على الأقل وطبعا التعديل ده بيزيد من قوة قرارات مجلس إدارة النادي التعديل التالت لا يقل أهمية عن التعديل الأول كان تعديل تاريخي لقانون النادي سبق بيه كل الأندية سواء المصرية أو الأجنبية التعديل ده حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر